وطنياً دائماً أفدت وزيرة سياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهر عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمسي بأن صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت بنسبة 17% خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وبنسبة 23% مقارنة مع عام 19-2000 أبرزت الوزيرة أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مهمة بالموازات مع انتعاش قطاع السياحة من عكس بشكل إيجابي على صادرات المملكة من منتجات الصناعة التقليدية مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة في قطاع الصناعة التقليدية ترتكز على محورين أساسيين هما هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق ترجمة نانسي قنقر